النظام العسكري في الجزائر يبحث عن سبل العودة إلى العلاقات مع المغرب وصف رئيس الدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني منار سليمي النظام الذي تعتمده الجارة الشرقية الجزائر بالنظام المجنون والغير المتزن خاصة بعد التصريحات المتناقضة التي أدلى بها وقال سليمي إن هذا الجنون يزداد فعلا بالتوازي مع الإنجازات المغربية المهمة فمثلا عندما قامت المملكة المغربية بمبادرة الأطلس وضمت دول الساحل ارتفعت درجة الجنون عند النظام العسكري وذلك لأنه يشعر بالصعوبات التي لديه في الساحل وصعوبات في حدود ليبيا ومشاكل مع تونس وأردف سليمي في تصريحه إن النظام العسكري يبحث عن سبل العودة إلى العلاقة مع المغرب لكنه لا يستطيع لأنه رفع درجة العداء ولأن النظام العسكري في الجزائر أصبح يشعر بأنه تورط في قضية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب